من قليبي للحلول بعث خبر من قليبي للحلول بعث خبر وقل ولا أيوب عاقدي صبر ربي خلق لي قلب بيحب الجمال ربي خلق لي قلب بيحب الجمال وعيون طول الليل ما بتشبع صغر ياي 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 يا باي من قليبي وعينيه بلغوها التحية من قليبي وعينيه بلغوها التحية واني لجعل حياتي للحبايب ضحية من قليبي وعينيه من قليبي وعينيه الله يرحم روحك أيها الأسطورة صوت الجبل الأشم حبيبي وذكرياتي الجميلة فهد بلان يا حبيبي المطرب الأسطوري صوت الجبل الأشم يا حبيبي يا حبيبي على الإنسان طيب القلب والصوت المبقى يتكرر يا حبيبي يا أبو طلال فهد بلان أنا أول مع شقة الغناء وأنا طفل كان طالع فهد بلان ما كان فيه لها التلفزيونات ولا ولا فيه رادويات صغيرة هاي رادستور ما بعرف شو بيسموها فكنا نسمع بهذا الصوت الرجولي وهالألحان الجميلة للعظيم الموسيقار السوري عبر فتح سكر وأنا عشقت هون صوت فهد بلان وأنا طفل صرت ألو كنت في أحد القرى السورية عم درس طبعا أنا بيتي ما بين لبنان وسوريا فانتقلت إلى ترابلوس تحديد بالذات كان فيه مطربان أو نجمان كبار ما فيه غيرهم عبد الحليم وفريد صراع هذا بحب فريد هذا بحب عبد الحليم شباب وشابات وكذا وأنا رأي أنا بحب فهد بلان ما لقات فيه غيره أنه مهم نزل فيلم سوري تسر الدنيا اسمه عقد اللولو فيه العظيم فهد بلان والشحرورة صباح والملوك الكوميديا السوري دوريد ونهاد وكان فيلم تاريخي جميل اللي ذكريات فيه من هنا أنا عشقت صوت فهد بلان وعينا شوي هيك عشقنا هيك اسمه عشق الشباب الصغير فوقح حبي بعبد الحليم رحمه الله وكانت أول أغنية سواح تعرفت على عبد الحليم بسواح بعد تتغير الدنيا وقع عشقي وحزني صار عندي في شيء حزن بداخلي ستحب فريق وفتحت بقى الكرة وعينة كبرنا وصنعنا ما ندرس موسيقى ونتعلم المغنى إلى 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 حتى إن صار جميعي يعني كل شيء في عطاء صار مطربي من وديع لعبد الوهاب لأمه كلسوم كل هالعظام هدو من الكبار هدو صاروا حبايبه لكن الذكريات دائما الشاب ما في ينساها الواحد أبدا فكان لقاء العظيم بفهد بلان والمعرف الشخصي اللي كنت اشتهي شوفه كانت في باريس وتحديدا في الشانزيليزي مطعم الباشا ولهلأ ذكرياتنا مع نسكوب العربي اللي هو بيدلك بس تروح أيها العربي على باريس بيدلك على الفنادق على المطاعم على المتاجر بيدلك على الشغلات السمينة الحلوة فإيجي حظي حلو أنه أنا غنيت مع أبو طلال أبو طلال طبعا هو نجمنا الفيدات تجي هالعرب كله بدأت تسمعه تاريخ من الغناء ومن السينما فهون تعرفت على قلبه الطيب على روحه الجميلة على ابنه الضيعة الطاهرة النظيفة اللي ما بيشوبه شائب يلبسك ويتشيك عملاق فإيجا قال لي منين يا وسيم قالت له والله أنا من سوريا ما بتعرفنا قال لي وأنا كمان صرنا أهل فقال لي حبيت صوتك وانت صوتك فيك تلون ما شاء الله يعني عني غني لفريد ذكرتني بفريد هذا حبيبي أنا أول ما غنيت له وقلت له وقابلت وقال لي لازم تعمل شخصي لحالك أنت عندك شكل وعندك صوت غريب قلت له صحيح الكلام قال لي وأنا كمان بقول لك أنت لازم لأنه صوتك مطوع وغنيت له وديع أنا بحب وديع كتير وبهلك لو صرنا يعني طبعا كان لي الشرف أنه صادقني هو النجم الكبير والمطرب الكبير فصرت أطلع معه حتى خلصت هذه الفترة لأنه بيجي النجوم الكبار بيجيبوهن أسبوع أو عشر تيام لأنه بياخدوا مبالغ بيشغلوا المحل بيكبروه نحن الصغار على أدنى يعني بنقوا إذا واحد صوت حلو بتحبوا الناس وما بيكلفوا إنشي هيك الواقع اللي كنا عم نعيشون ففاهد بلان هذا العظيم أول شي عمل سينما رائع يعني بعد فريده عبد الحليم هدول كسروا الدنيا كمطربين بالسينما اللي نجحوا أكتر كمطرب يغني ما حدا نجح أتفريده عبد الحليم بالسينما بعدها إجا فهد بلان عمل دوشي بالسينما عمر أبع خمس أفلام اللي ممكن سيلة فيلم لكن عنده كان فيلم حلوين كتير وما بينتسه لكن الأعظم بصوت فهد بلان أنه كل الغناء العربي كان تقريبا لون يعني من شوف الشاب بيغني لحبيبته عم يحن وعم يبكي ومجروح والأنسة كذلك الأمر عم تنوح وتشوح لحبيبة قام إجا فهد بلان غير كل الدنيا صوت رجل رجل صارت النساء تعشق شو هذا الصوت يعني المرأة بتحب القاسي الرجل القاسي إجا هذا بيقى صوته طبعا مو بيقى صوته بصوت صوت جميل كتير لكن فيه مهد رجولي حبيته النساء حول نوصل النجم العالمي صار ما بتعرف من بدول حلو العظيم بليغ العظيم فريد السيد مكاوي مات على السيد مكاوي فقالت السيدة أم كلسوم قرأت جاء فهد بلان مصر عشان يرمي حجر في المياه الركدة أنه كان الفن نام كله كله صار بيشبه بعضه كله بيشبه بعضه دخل هذا فيأ العالم على لون غريب بالغناء حتى الحركة اللي كان يعمل بصوته بطريقة الغناء كانت غريبة وأنا سمعت من الملحن العظيم كان أخ وأب لألي تعرفت على بالفترة الأخيرة وكان بده يصير تعاون لكن القدر أكبر وعبد فتح سكر رحمه الله وبقي أولاده وأخوتي وأصدقائي في مقدمتهم الصوت الجميل الأستاذ عاصم سكر فهد بلان غير غير بالغناء العربي عمل لون جديد يعني اليوم فهد بلان بقاءه بلونه ما حدا إذر يفوت على هيا الرجولي إلا فهد بلان ما حدا إذر يفوت على الشجن والحزن قد فريد ما حدا إذر يفوت على الرقة والأداء قد عبد الحليم ما حدا إذر يفوت بالدفق قد نجات ما حدا إذر يفوت بالصباح بالملائكة قد فيروز هدول باقون لأنه فيهم ميزة يعني ما حدا إذر وصله أما والله اليوم اللي عم نسمعه بتلاقي فيه مئة ألف لطور بكله مثل بعضهم أو ما تعرف واحد من الثاني هدول بيطلعوا بيوتهوا ينتسوا هدوليك صعب أنك تنساه ففهد بلان ما بقى تقدر تنساه أنت للصوت الغريب الصوت يعني أنا القرارات عند فهد بلان بتحيي الروح بسين زلة تحت على الأراضي صوت مليان جميل كأنك عم تسمع تشيلو كأنك عم تسمع الباص الحقيقي بالبيانو صوت سبحانك ربي طبعا الأستاذ فهد بلان بدأ هو يعني تعلم كان مردد في فرقة الكرال مع الأستاذ عبد الفتاح السكر في الإزاع السوري فحبه عبد الفتاح السكر يقول لي عبد الفتاح السكر قال لي أخي وسيم صوت فهد بلان هو صوتي قلت له كيف كمش العود الله 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 قال لي أنا درت العالم كنت روح على فلسطين كان فيه إزاعة القدس ما بعرف الأقصى قال لي تفعولنا هيك ملالين نقدم شيء قال لي أنا أنه جبته لفهد عجبني هالديكور هالكذا ما جرب معطي لحن والله عجبني أوه صار الله أكبر فصار أنا كل إنتاجي أو اللي أنا كنت عم شخص ساويلا إلي فصرت أعطيه لفهد بلان يعني سمعت هذا الكلام طبعا سمعته عبر الشاشات شاشات كمان من الأستاذ الموجي رحمه الله لما قال أنا لو لعبد الحليم حافظ كنت أنا المطرد لكن أنا أعمل للحن أحلم أنا غني أغني 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 أأغني أحلم فهو أعد مكاني كمطرد يذلك قال لي وبقي فهد بلان هذا العظيم وبقت الصداقة حتى يوم من الأيام أنا كنت بغني بالجوي صاحب المطعم من السويدة الحبيبة مدل كيف انجاب اسمي قال له عطاء أوصافي فبيجي فهد بلان رحمه الله بيحضرني كمان بأدمو كانت ليلي من العمر وشو كنا ثلاث آلات موسيقية محل صغير بابو رماني بس راقي يعني ملقى الطبقات هيك المخملية فقال لي بديها فاكسرنا دائما نتحدث بيأزمني يوم من الأيام على بيته في السويدة عنده مزرعة تفاح أجمل مرأة عيني دغري كرز وهال كرم جبل العرب جبل الكرم هالخاروف وهالدنيا واحتفى فيه وأنا مبسوط أنا عند العظيم فهد بلان فاجت الأيام صار يحب صار يحب فهد بلان صوت فؤاد غازي العطابة وهالدنيا ابن جبل بيحب ابن جبل فيوم من الأيام بيتصل فيه الحبيب رحمه الله أبو طلال فهد بلان قال لي كيفك أخي وسيم أنا أبو طلال قلت له لو سيدي معروف دخيل هالصوت قال لي دخيل عيونك يا أصيل أنت نظيف قال لي أخي وسيم والله حابين يوم جايين ديوف من السعودية حابين نسهر على طبعا أنت بمعيتك نسهر على فؤاد غازي هو قال بكازينو دي مشك الدولة قلت له صاح قال لي بتعرفوا قلت له إيه والله بعرفوا قال لي بتحجزلنا أول صف نحن خمس أشخاص وانت السادس قلت له حاضر فصلت فورا ببيت الأستاذ فؤاد ردت زوجته كان اسمه حسناء قاطي والله السنائم أستاذ وسيم قلت لهم بعض أمري بس فيه خبرني ضروري مش هالأستاذ فهد بلان فمستنيت شي ساعة ما رجعت أنا افتحت قام رد عليه قال لي والله هلأ فايق هلأ ما تقل لي قلت له فورا بتحجزلنا مشان ما خبرت الأستاذ الحبيب فهد بلان قل لي بس عطيني خمس دقائق فتح لي شي عشر دقائق قل لي حجزت لكم على البست ست أشخاص قل له عظيم خبرت حبيب القلب ورحنا كان جاي سيارة لين كلين فخمي هيك وسيارة تانية وراها كانت ليلي من العمر طبعا رحب ترحيب كبير فؤاد بالعظيم فهد بلان وما كان يقبل فهد بلان يطلع طبعا قال له لا والله ما أنا مهيأ إلي الشرف غني معك لأنه أنا بحبك قال له فهد قال له فؤاد على المجرفون قال له أنا إلي الشرف أنت فنان أسطوري أنت تمثل نصف سورية بالغناء بها الكلمات هاي المهم كانت ليلي من ليالي العمر أحبائي قراءة في الصوت العظيم فهد بلان فهد بلان في له فيلم اسمه القاهرون هو سميرة توفية بيغني موال فالت بيغني أكتافين بيغني بالفيلم بيغني أكتافين فهد بلان صوت كبير عريض جميل كل المقاييس فيه صح هو أجمل من عمل الباص أنا بنظري كيف عبد المطلب الباص الباص يعني أنت لما بتلاقي صوت جهوري هذا بد يكون عنده قرار مليان الصوت الجهوري هذا هو كان ملك الباص والباص بريتون والبريتون كل هذا عند فهد بلان مليان فهد بلان بيغني أكتر إسا لكن الملحنين اللي لحنوله يعني ما بعرف أني ماما الطوله في مط أنا بقناعتي فهد بلان كان في مط في بصوته شيء بيقدر يطلع فوق الإكتابين بيطلع أكيد أكيد لكن اللي وصل لنا من فهد بلان أنه بيغني الإكتابين هو عم يتضحق حتى في آخر سنواته لما تعب صوته مغز بعدين صوت فهد بلان عمري ما سمعته لا باللايف ولا بالتسجيل غز أو أبدا أبدا صوت نظيف 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 فيه حنان فيه رجولي متل أب بعيت ع ابنه بيخاف الولد بعدين بيلاطفه يا بابا أنا بحبك يعني صوت سبحانك ربي بقاءه هو الميز اللي فيه صوت فهد بلان صوت نظيف جميل في أي اتجاه بيروح فيه صوت مليان ما بيغز القرار متل الجواب عنده هذا صدفة صدفة تتلاقي يعني نحنا حكيت قبل أنا عن العظيم وديع الصافة أنه صوت هرمي كيف بيطلع يعني لما بيطلع فوق وديع بينحل صوته طبعا جميل بس مو مثل التحت في الأراضي بينما فهد بلان انطلع والنزيل كما صباح فخري استواني طبعا صباح فخري يميل إسا للتينور غير الضخامة اللي موجودة عند فهد بلان كل واحد الله سبحانه وتعالى عاطيه لون عاطيه رائحة عاطيه طول عاطيه عرض سبحانه ما أعظمه هو على كل شيء قدير الأغاني اللي غنىها فهد بلان مدرسي جديدي في الغناء العربي من حيث عم بفتح سكر يعني أنا مثلا في لحن يا ساحر العينين يا أكحلو ما يعني أغني لا تموت لا اللحم بيموت ولا الكلام بيموت ولا طريقة الأداء عند فهد بلان تحت التفاحة شوف كيف بلعب بصوته بيطلعوا بينزل هادي قوعة تفكروها سهلة هادي اسألوا لعازف الكمانجة عنا كيف بينزله وبيطلعه هدا الشيء مش أي صوت فيه جيبه هلا هلا قاعد ما فيني يجيبه كنت غنية من عشر سنوات وخمسطعس سنة كنت مريح ومهندز حالي مشان النفس ما يخلص لديش فيها صنعة ففهد بلان كم من الغناء الجميل بعده اجا المسيقار فريد رحمه الله عطاه ثلاث ألحان أول لحن في موال على الرصد بيجنن كمان عطاه قوة الصوت ومساحة الصوت شوفه لوان واصل ما قدرش على كده شوف كيف بيدخل بعد هالموال منين بيبدأ وانا بينزل كمان عطيه كيف يتحلو صوته عطيه كمان أغني بتجنن اسمه شوي شوي يا ابنية وشوي على قلبي وعنية الثالث والله ما نذاكره بالظبط بعد بليغ حمدي بحر الهوى بحري على كفي كمان أغاني مشيت في قلو لحن لملحن لبناني عظيم مات شاب من أجمل الملحنين اسمه عفيف رضوان عمله مجموعة منهم بحبه كتير أنا صيات شارد بالبراري يذلك الأمر السيد مكاوي عطاه عدة ألحان وموشح وبيحبه كتير كذلك سهر عرفي السيد مكاوي عطاه موشح ماله واحتجب وكان كتير جميل أخذ الأمير عمله ركبنا على الحصان كتير اللي عطوا فهد بلان كتار يعني ما فيني عدن المهم فهد بلان كان هو يعني الحصان الرابح يعني اللي بيلحله الملحن اللي بيكبر فيه لأنه صوته وصل للعالم والناس كلها بده فهد بلان يعني حفلاته مليئة بالناس أغانيه مالة الشوارع أفلامه بالسينما فهد بلان مطرب كبير يعني ما بيتكرر هدول من ضلقوا لعنهم في ناس ما بيتكرروا ضيعت قلبي وما لقلبي تاني سواه أوهب حياتي ونرعيني لمين 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 يلآن من الشرء للغرب من الشرء للغرب دور تسأل على قلبي أتاري بنت العرب طول عمرها ملكا يا ليل يا ليلي يا ليل يا 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 ليل مقدرش على كده وما آم السيدة مقدرش على كده وما آم السيدة يا بنت بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة أنا 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 مقدرش على كده فهد بلان رحمك الله جسداً وأبقاك ككنز للنغم الجميل للصوت اللي ما بينتسى الله يرحمك أبا طلال أهلاً وسهلاً شكراً للي عم يشاهدونا وعم يسمعونا وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات أجمل وأجمل وأنتم الأجمل شكراً حبيبي شكراً